يا أهلاً وسهلاً أجمل إخوات في الدنيا وحشتوني قوي قوي من القصة اللي فاتت جاي النهاردة وجايبالكم قصة جديدة قصة صعيدي رومانسية بس قصة النهاردة مختلفة جداً فيها قصتين حب بس القصتين مختلفين عن بعض تماماً بس بجد يجننوا من أجمل الروايات اللي ممكن تشوفوها قبل ما نبدأ قصة النهاردة عايز أقولكم إني نزلت قصة جديدة حلوة قوي على قناة التانية قصص وقعية اسمها تزوجت شاب بعقل طفل وكمان نزلت على روايات عربية قصة اسمها زواج تحت تهديد السلاح أتمنى تروحوا تشوفوهم لإني متأكدة إنها يعجبوكوا جداً قبل ما نبدأ رواية النهاردة ما تنسوش تصالوا على النبي وتشجعوني باللايقات الكتير يلا بينا نبدأ روايتنا كيف اللي بتقوله ده يا بوي عايزني أنا أتجوز مرط عمي كيف يا بوي مستحيل مستحيل أتجوزها وبعدين أنت أكبر مني إيه كلام المسخ اللي بتقوله ده هي أكبر منك بسنة واحدة يا ولدي ما يجراش حاجة وبعدين البت يتيمة وما لهاش حد وبعد ما عمك توفى باجت خلاص عايشها لوحديها وبعدين دي لحمنا مهما كان ولازم نلمه يلا يا ولدي اتكل على الله وقل آه ومين جال بجا يا بوي إنني أصلاً رايدة تجوز هأني عايزة عيش حياتك ده يا سيدي مش عايزة تجوز ويوم ما تجوز هأروح أتجوز مرة عمي عمري ما شفتها لي كزوجة أو كحبيبة مستحيل أنا شايفها مرة عمي وبس بكرة تتعود يا ولدي بص باجا هأني مليش في المناهدة بتاعتك دي وعجلك الناشف دي لازم تهدي شوية أنا ما عنديش حديد تاني هتتجوزها يعني هتتجوزها قلت لك لحمنا ولازم نلمه وبعدين البت يتيمة وغلبانا وأخيراً بعد إقناع شديد اتناهد وقال طيب اللي تشوفه يا بوي حاضر هتجوز مرة عمي يلا يا ولدي ألف مبروك أيوك ده إنت ولد أبوك بصحيح المأزون جاي في الطريق حصلني اتصلت بيه من بدري روح جهز نفسك بسرعة يا ألف برقة فوق في القوضة الله أعلم المرحوم جابك من أنهدهية بس خلاص انت دلوقتي بجيتي مرات ولدي بقولك إيه شغلي بجيه انك أكبر منه أو كنت مرات عمه ده تنسيه خالص الودلة صغير وعايز يشوف حياته وعايزك يدلعيه وتعيش سنك معاه أي نعم انت عجوزة بس هنقول إيه ما باليد حيلة اتكتبت على ابني إنه لازم يتجوزك فهمة البنت بدموع حاضر حاضر يلا اجومي جهازك ده وشوفيها تلبسي ايه المأزون جاي عايزك يعني كأنك أول جوازها ليكي مع ولدي فهمة ياريت كلامي ده تحطيه في راسك ولو عملت عكسك ده هتشوف أنا هعمل فيك ايه أصلي انت ما تعرفنيش يلا علشان نكتب الكتاب وفعلا جهي المأزون وكتب الكتاب بعد ما طبعا أخذ رأيها كان قاعد تايا وبيفكر كتير مرات عمي مرات عمي كيف مش هنكر إنها لسه صغيرة بس برضو عمري ما بصت لها كده ولا عمري هبص لها إنها هتكون مرتي الست اللي مكنتش أبدا بتكلم معاها كلمتين على بعضهم دلوقيت موجودة في قطي وكمان في حمامي هأني مش عارف اللي أنا فيه ده هخلص منه كيف وبعدين نفخ بدي وأول ما قام من مكانه لقى درس قصير جدا اللونه أحمر موجودة على السرير بتاعه اتصدم جدا أول ما شافه وقال آه دي عماي الأمي أنا عارف هي اللي جايبها الجرف ده وحطهولي هني على السرير علشان مرات عمي تلبسهولي أقصد مرتي وفجأة سمع صوت والدته على الباب وهي بتقول افتح يا ولدي خد مني سنية الوكل يلا يا حبيبي سنية العشل العرسان يا ألف بركة جري بسرعة جدا وأخذ أميس من هدوم أميس طويل ودخل لها الحمام ورمافه وشها وقال بقول لك إيه البس الجميس ده وطلعي بسرعة لأحسن أمي جات ومش هينفع تشوفك بعيد عني لازم تمثلي إن إحنا حياتنا كويسة ودخلت والدته بسنية العشل هو كان واقف متوتر جدا ومش حارف يا طارة إيه اللي هيحصل ولما تسأله على امراته يا طارة هيعمل إيه وهي تأخرت جدا في الحمام يا ألف بركة يا ولدي إن شاء الله بكرة جيلك بسنية الفتور وقل لك بجا صباحيا بركة يا عريس يلا يا حبيبي اتعشك ده ورم عظمك اللي قل لي في المرتك رد عليها وقال مراتي في الحمام بتغير خلاجتها وجاي على طول أمه حطت الصينية على السرير وقالت يلا يا ولدي شد حيلك بجا هأني عايزة دستة عيال إنت عارفني بحب العيال جوي وكنت مستنية اللحظة اللي تتجوز فيها علشان أشيل ولادك يا حبيبي يا مصطفى رد عليها وقال حاضر يا أمه إن شاء الله من أول ليلة وانت عايزة عيال حاضر يا ستي عمل لك كل اللي انت عايزها أمه قالت له طيب يا ولدي أسيبك دلوقيت مع عرصتك ماشي يا حبيبي علشان يعني اتخذوا راحتكم مجده يا ربنا يصلح حالك يا ولدي وإن شاء الله تكون الجوازة دي جوازة السعد والهانة عن إذنك يا حبيبي مصطفى هز راسه وأمه مشيت وبعدين قعد على السرير حطي إيده على دماغه وكان مغمض عينه لأنه كان مجهد جدا ومن كتر التفكير والموقف الصعب اللي كان فيه ما كانش عارف يعمل ايه ولا يقول لولدته ايه وفجأة ووقعت فتح عينه وهي طلعت من الحمام وبتحاول تنزل التشيرت بتاعه علشان يداري جسمها شال إيده من على عينه وبصلها باستخراب بص على شعرها المبلول واخددها الحمرة ورمشها طويلة لسه أول مرة ياخد باله من كل تفاصيلها ويعرف إنها حلوة قوي كده ما كانش قادر يشيل عينه من عليها قد إيه هي يا جميلة لو تسحر أي حد يشوفها بجد كان مصدوم إنها بجد زي الأمر كده وبعدين غمض عينه ونزلها تحت في الأرض علشان يحاول ما يبص الهوش لإنه كان هيكلها بعنيه وبعدين قال الوكل عندك على السرير علشان يعني لو رايدة تكلي أنا عن نفسي مش جهان أنا هنامك ده أنا مخفيف يعني كان بيقول كلام متلعبط وكلام كله توتر ملك هزت راسها علشان تفاهمه إنها مش جهانة شكرا أنا مش جهانة طيب معنىك ده إنك لازم تغييري خلاجاتك ده وتجي تنامي أنا كمان رايدة نام جوي عن إذنك تصبحي على خير وفعلا غيرت الأميس اللي كانت لبساها ودخلت لبست بيجامة ونامت جنبه على السرير لكنها فضلت تتقلب كتير لإنها مش مرتاحة ومش متعودة تنام جنب حد مصطفى نفخ بديق وكان متضايق جدا من حركتها دي وكان متحصل لإنها كل شوية تتحرق ومش مرتاح كمان جنبها مصطفى قام من جنبها ومشي ملك قالت بخوف أنت رايح فين وتركني الوحدي رد عليها وقال أني نازل تحت اتخنجت ملك فضلت تبص عليه لغاية ما طلع من الأودة وبعدين وهي نايمة في مكانها فضلت تعايت جامد جدا ما كانتش عارفة اللي هي فيه ده هيوصل لفين وما كانتش عارفة يطرها هيفضل يعملها بالإسلوب ده لغاية أمتى وكانت بتعيط على حظها من لما أهلها ماتوا والأيام الصعبة اللي كانت بتشوفها في الميتة وجوزها اللي جوزته اللي كان راجل كبير جدا عنها معجول جصدك الساروخ اللي كان متجوزها عمك يا ابن المحظوظة معجول جوزها لك حلو جوي الكلام ده وجاعد دلوقيت سيبها في الدار لوحديها وجاعد معايا هنه مصطفى تعصب جدا من كلامه وقال اتلم يا عز بدل ما جو مديك على خلجتك انت ناس انها بجت مرطي ده الوقيت يا عمه وانا جولت حاجة انا بجول يا بختك يعني وانها حلوة جوي ماكصدش بس اللي كصده يعني انها لسه صغيرة وعمك كان راجل كبير جوي عليها ما كنتش عارف بصراحة ومتجوزها كيف وازاي وافجت عليه بس اللي انا شايفه انك لازم تبتدي حياة جديدة معاها ايا دلوقيت مرطي كيف كيف افكر فيها تكون مرطي واني عملي ما شفتها غير انها مرط عمي ازاي يا ناس اتعمل معاها كأنها مرطي وحبيبتي وهي دايما كنت باشوفها من بعيد والمحبس طرف جلابيتها وبص في الارض علشان ما ينفعش بص الحريم حدانة واني عامل زيك بتاع حريم وكل هولا على طول وفدلوا يتحكوا هما الاتنين ونرجع تاني عند ملك في قودة ملك ومصطفى كان قاعد مشغول جدا وبيقرأ في كتاب وقفت قصوده ملك كانت وقفة بتردد وخوف كانت عايزة تنتق وتتكلم وبعدين قالت مصطفى ممكن اتحدث معك رد عليها وقال ملك بدموها بالله عليك يا مصطفى هابعد هابعد وكفاية لغاية كده كملت بالنهيار وفدلت تقول هرم عليكم سبوني في حالي انا تعبت تعبت قوي وبصراحة بقى تعبت من الحياة دي تعبت من كل حاجة حوالي عمري ما شفت اي يوم عدل في حياتي وانهارت في العياض اما بقى مصطفى اول ما شافها كده كانت صعبانة عالية جدا وكان بيفكر انه يحاول يوسيها وفعلا قرب منها وكان بيطبطب عليها ويقول طيب اي دي اي دي بس خلاص اوعيدك ان ان شاء الله الحياة الجاية هتكون افضل بكتير من اللي فاتت ممكن ما تعيطيش تاني لو سمحت ردت عليه ملك وقالت انتو عاوزين مني ايه ارحموني بقى انا تعبت تعبت من كل حاجة بصراحة انا بتمنى ان يأموت علشان ارتح من الدنيا دي الدنيا الصعبة اللي عمري ما شفت فيها اي يوم روحها وفجأة مصطفى شدها عليه جامد جدا واخدها في حضنه وابتدى يحرك ايده على رأسها ويطبطب على دماغها علشان تهدى وبعدين قال لها خلاص بجأ ما تعيطيش تاني اني معاك وان شاء الله مش هيحصل اي حاجة في الدنيا بدايجك انت خلاص بجتي مرتي واني بجي تجوزك يعني مفيش فرج بيننا يلا يلا بينا علشان ينام وفعلا روحهم الاتنين علشان ينام لكن طول الليل هو كان عمال يتفرج عليها وهي كمان كانت عمالها تبصله وبعدين غلبه من نم ونامه روحهم كانت لسه خارجة من باب العمارة وكانت رايحة تشتري طلبات وفجأة شاهقت لما حد سحبها وحطي ايده على بقها وما كانتش عارفة مين اللي عمل كده وفجأة لقيت قدامها عزه هو بيزعق ويقول يا نهار ابوك يا سود ايه اللي انت نزلة بيه ده بقول لك ايه اللبس دا يا الجوي وقلت لك جابلك ديك ازا مرة تلبسي واسع وانت في الشارع وايه الرجل اللي حمر دي ريهام ردت بديق وقالت ملكش دعوة بيه انا حر هانزل وعمل اللي انا عوزا وبعدين شدها من وسطها علي وقال يعني ايه مليش دعوة بت اتعيدلي انت مش عارفة اني مين ولا ايه بقولك ايه اتعيدلي كده حسلك بدل ما هتشوفي الوش التاني وهتشوفي اعمل معك ايه ردت عليه ريهام وقالت طيب ولو ما تعدلتش بقى هتعمل ايه يا ترى عز بصيلها وهو بيزيح شعرها اللي كان ظهر من الحجاب وقال ها أعمل ايه يعني بس اطلع يارهام اطلع الدار الله يبركلك وخلينا سكتين بدل ما انت حلوة جده زي الجمر ردت وقالت طيب انا كنت رايحة علشان اجيب عيش من الفرن اعمل ايه بقى دلوقتي اكيد الفرن قفل دلوقتي رد عز ياسدتي طلعي بس واني هجيب لك العيش من الفرن وابعتها مع الصبي وياسدتي هجيب لك كل اللي انت عاوزها بس ما تنزليش الشارع انت مقامك عالي جوي ولازم تكوني في الدار معززة مقرمة واللي شغالين عندنا هم اللي يجيبوا طلباتك تاني يوم ملك كانت وقفة في المطبخ وكانت بتعمل أكل وكانت مستهجلة جدا علشان أول ما مصطفى يجي يلاقي الأكل جاهز مصطفى أول ما دخل قال ملك هقاني جهان جهان جوي عصافير بطني بتسوصب يلا حطي الوكل أما ملك رضت بتوتر وقالت مع الأسف الأكل لسه ما أخلصش أنا لسه بعمل فيه أنا أسفى يا مصطفى وبعدين فتح عيني أكتر أول ما لقاها كانت زي الأمر في اليوم ده كانت حلوة وخطفة قلبه وعينه وبعدين اتفاجئ أول ما لقى خيال عارف إن أمه وقفة وراهم هو فضل خمس دقايق بالزبط على الأكل وهيكون جاهز وهجبه لك لغاية عندك ممكن تستناني رض عليها وقال بصي باجا تعالي نطلع على قدتنا فوق مني بصراحة مش عارفة خدرحتي هنا وعايز أتكلم معاك في كلمتين خاصين جوي ملكته اضطرت جدا وكانت بتبص في كل حدة معادة عينه وبعدين رضت وقالت طيب والأكل هنعمل فيه إيه من غير ما يرد عليها شالها بين إيديه اللي اتنين ملك كانت في صدمة تمة ومش مصدقة أبدا اللي بيحصل معيها وأخدها وطلعوا على قدتهم وكان مقرب منها جدا ملك كانت بتقول على فكرة أنا جعانة والأكل تحت ممكن يتحرق اللي إنه على النار ما فيش حد واقف في المطبخ يشوف الأكل ممكن تسيبني أنزل علشان نعمل الأكل ونتغدى الرد عليها وقال بقولك إيه هو أنت عندك كم سنة بالزبط ملك استغربت جدا من سؤاله لأنها عارفة أنها أكبر منه بكتير رغم أن شكلها يبان صغير جدا وبعدين ردت عليه وقالت أنا أنا عندي 28 سنة مش عارفة أنت عندك كم سنة هو أنا أكبر منك بكتير قوي كده مصطفى هزر رأسه وهو بيفكر لأنها أكبر منه بسنة واحدة بس يعني مش فرق كبير وهم الاتنين تقريبا يشبهوا بعض في كل حاجة أنت أكبر مني بسنة واحدة بس أنا كنت فاكر إن أكبر مني بكتير بس مش مهم السن لأنك شكلك صغير جوي ما يدكيش أبدا السن ده وبعدين أنا شايف إن السن مناسب جوي ما تجومي تلبسي حاجة تانية غير اللي أنت لابساها دي وهم الاتنين كانوا في صمت تام ما كانتش ملك قادرة تتكلم ونطنت ولا عارفة إيه اللي هو بيقوله ده ريهام كانت شايلة الغسيل وكانت رايحة علشان تطبقه أما عيز كان لسه طالع من الحمام ولابست شرطة أبيض مفصل كل عدرات جسمه وبنطلون أسود وقف عز قدام المراية وكان بيصرح شعره وسمع صوت ريهام اللي كانت بتحاول تاخد نفسها بالعافية استغرب جدا وبعدين بصلها وقال ريهام انت خدت الدواء انت بترايكو نفسك كتير جوي قوليلي أخدت الدواء ولا ما خدتهوش ردت عليه وقالت الدواء والله ما فاكرة يا عز مش فاكرة أخدته ولا لأ بس مش مهم قرب منها عز بهدوء وقال إيه هو بس اللي مش مهم هو لعب عيال يا ريهام ولا إيه اتناهيت بدي وقال ريهام أبوس إيدك ما توجعيش قلبي عليك ولازم تاخدي الدواء علشان تكوني أحزم لأن انت عندك دايما نديك في التنفس أما ريهام قالت بدموع يعني انت اللي مش بتوجع قلبي يعني أنا ما فيش حاجة في الدنيا ووجع قلبي غيرك انت يا عز وغير اللي انت كنت بتعمله معايا فاكر فاكر الستات اللي حط إيده على عينها علشان يمسح دموعها وفضلي طبطب على شعرها وكان بيقول ممكن تهدي بجا ماني قلتلك خلاص اللي فات ماد واني ما بجتش أكلم حد وفجأة قالت ايه ده صوت أمي بتنادي طلعت تجري على طول علشان كانت سامعة صوت مامتها بتنادي عليها أما عز كان واقف باستغراب جدا وكان بيقول بينه بن نفسه فوضوية واتفضلي دايما فوضوية ونروح تاني على غرفة مصطفى لقى والدته شايلة صنية الأكل وكانت بتقول يلا يا ولدي خد الفطور بتاعكم هم وبعدين ما تخليش ملك تنزل تعمل حاجة في المطبخ ما هي لسه عروسة وانت لسه عرسانش دهن وفجأة هم الاتنين اتصدموا من اللي شافوه شايفوا ملك وهي لسه خارجة من الحمام ولبسة دريس قصير جدا ومكشوف وشكلها شكلها ملفت جدا مصطفى كان بصص في الأرض وكان حاجلان أما والدته قالت بص يا ملك يا حبيبتي يعني جبتلك الواق له ومشاء الله كنت مخبية الأمر دي فين انت حلوتي جوي بعد الجواز وثبتهم ومشيت بسرعة أما بقى مصطفى قرب عليها وقال ايه اللي انت لبسة ده ملكت وطرت وقالت أنا ما كنتش عرف ان انت يعني موجود في القوضة ومعك ممتك انا كنت فاكراك لوحدك في القوضة وبعدين قطع كلامها وهو بيقول جولي ايه القرف اللي انت لبسة ده ردي رديت عليه بدلع وقالت اعمل ايه هو مش انت اللي قلتلي لبسي حاجة تانية رحت لبست حاجة تانية وبعدين يعني انت شايف يا مصطفى ان اللي انا لبسة ده يكون قرف يعني وحش علي ومش عاجبك مصطفى ما كانش مركز غل في عينها وبس حط يده على شعرها كان بيشيل شعرها من على عينها وهو مركز جدا في عينها الحلوين وبعدين قال لها بصراحة اني كذاب كذاب جوي كمان لان ده مش جرف انت زي القمر انت بجد حلوة حلوة جاو يا ملك وبعدين قربت عليه وكانت بتقول انت اللي حلو واجمل راجل انا شفته في حياتي ومبسوطة قوي ان الدريس عاجبك ومبسوطة اكتر ان انت مقرب مني كده وبعدين زعق فيها وقال بجلك ايه شغل ال ده ما ينفعش معاي وبلاش تعمليه علشان انت مش كده يا ملك انت بنت محترمة وانا متأكد من كده ولو ما كنتش متأكد ما كنتش اتجاوزتي لكن شغل المرقعة والمياصة دي انا ما بحبهاش ردت عليه ملك بدموع وقالت ام لايزني اعمل ايه بقى هو انا زي اللعبة في ايديكم عمك يستغل النياتيمة وابوك يجوزني ابنه انا فين بقى من ده كله يا طرى لو جرلك حاجة هتجوزوني يا ابوك بص انا تعط وقلت لك يا بعد انت اللي مش عاوز تسيبني في حالي انا مش عارفة بس انا داقتك في ايه ولا عملت ايه على طول متعصق وعلى طول مش طيقني يا سيدي خلاص انا مش هكلمك داني وكل واحد يبقى يععد في حاله ملك محدش جبرك على حاجة انت متجوزاني وبقرطك مش متجوزاني يعني غصبا عنك ردت ملك بغضب وقالت ومين قال ان محدش جبرني انا كل حاجة في الدنيا دي كان يبتكبرني كنت عروح فين ولا هاكل منين لو مشيت بعد موت عمك انا انا كنت قاعدة وحط ايدي على قلبي بعد موت عمك وقلت اكيد هيرموني برا البيت هيرموني في الشارع رغم ان لي ورسف عمك وعارفة انا محدش هيديني حاجة يوم ابوك قال لي انه هيجوزني ليك ما كنتش مش صدقة شاب في سنك وحلو ملو هدومه بس لقى الحلو مش بيكمل انت متجوزني غصبا عنك ومش طايقني ومش عاوزني وانا متأكدة من ده انا خلاص تعبت قوي تعبت من الدنيا الصعبة زي بجد بتمنى اني اموت وفجأة مصطفى قرب عليها وشدها من وسطها وكان مركز جدا في عانيها وهي من كسفها بصت في الارض ونروح لعز وكمان ريهام عز كان لسه لاجع من برا كان قاعد مع مصطفى ريهام كانت وقفة مربعة قديها اوه رفع حاجبها ومستنيها يدخل علشان تقول الساعة واحدة بالليل يا استاذ هقول لي هقول لي وقول بصراحة كده انت كنت فين كنت مع انهي واحدة فيهم وفجأة طلع عز الموبايل وتنهده هو بيقول ايوه ايوه يا مصطفى بقول لك ايه هو انا نسيت الساعة بتاعتي معاك تقريبا كده نسيتها في عربيت لما كنا مع بعض من شوية علشان يعني انا مش لقيها مصطفى رد وقال يا ابني مفيش حاجة مفيش حاجة عندي في العربية اه ممكن تكون وجعت منك في الطريق انت وصلت البيت ده انا لسه واصل دلوقيت بقول لك ايه اني متأخر جوي افل دلوقيت علشان يطالع لملك لانها عملت التسلبية من بدري يلا سلام اشوفك بكرا ان شاء الله الرد عليه عز وقال طيب ماشي يا مصطفى مع السلامة لما تلاقي الساعة بقى جلي يلا سلام وقفل معا التليفون وكان بيبصلها بتعجب هقام بقى ريهام ما ردتش وسكتت وكانت مكسوفة جدا من الموقف ده لانه طلع عنده حق وطلعت ريهام هي اللي كانت غلطانة وكانت شكة فيه وثابته بجمود ودخلت على المطبخ وهو قرب عليها وحضنها من دهرها وما كانتش مركزة معاها تماما كانت مركزة مع الاكل اللي بتعمله وبعدين عز شدها ليه وقال وبعدين هتفضلي شكة فيك ده والله ما بحب غيرك ولا واحدة بتملعيني غيرك انتي وبطلت من زمان لما حسيت انك هتضيعي مني انا خلاص ما بكلمش اي ستات تاني انتي بس الست الوحيدة اللي في حياتي ومش حايص غيرك انتي يا ريهام انتي وبس مصطفى كان دخل على القودة وحط المفاتيح على الترابيزة اللي جنب الباب واول ما دخل القودة لقى ملك وقفة وكانت بصة في الارض ما كانتش قادرة تبصت في حينه قرب عليها مصطفى اللي كان بيرجع شعرها الورى من على عنيها وبعدين قال لها طب وبعدين احنا مستنيين ايه يعني هنفضل جده لحد مدى انا مش ناوي اطلقك وكده كده اتجوزنا ليه ما نديش باجة لنفسنا فرصة وخصوصا ان انتي عجباني جوي جوي الصراحة واني شايف يعني اننا نعيش مع بعضك اي اتنين زوجين ده طبعا لو انتي موافقة ها قلت ايه انا في الاول كنت يعني مكسوف منك لكن دلوقيت انا تعودت عليك ايوة يا مصطفى بس انت مصطفى بحزن مصطنع يا خسارة طالما مش عايزة يبجى خلاص انا هتكلم مع ابوي وحرارك مني وكل واحد بجى يروح لحاله مع اني كنت رايدك رايدك لانك حلالي ومرطي عموما خلاص انا هروح اتكلم مع ابوي دلوقيت ملك لحقت بسرعة ومسكت ايده وبصت له علشان ما يتحركش من جنبها وما يمشيش لان هي كمان عاوزة كده وعايزة يكون زوج لها وتعيش حياة طبيعية زيها زي اي ست وبعدين قرب عليها وحضنها وكان بيقول كنت عارف وواصل انك رايداني زي ماني كمان رايدك ورايد الجوي كمان احنا من النهاردة هنبتدي صفحة جديدة وهنبدأ اجمل حياة ممكن تعيشها اي زوجة مع زوجها يا عز عز هقوم بقى يا عز يلا عز صحي على صوت ريهام الرأي وهي بتنادي عليه وكان بيقول لها لما اخدها في حضنه ابا ده ايه الصباح الحلو ده استهرب جدا لما لقاها قاعدت جنبه بدلع وكانت عمالها تضحك وتبص في عينيه كان مستهرب جدا وكان حسس انها راضي عنه مش كالعادة طبعا ده ايه الصباح الحلو ده اول مرة يعني تصحني وانتي مبتسمك ده انتي بتبجي حلوة جوي لما بتتحكي بحس ان الشمس بتشر إلا قليلي هو انت تفضلي راضي عني كده كتير ولا ايه وانتي بعيدة ليه قربي مني قربيت منه وكانت هي كمان عمالها تبصره وبتتحك ومبسوطة جدا وهو كمان كان فرحان لكنه كان مستهرب وبعدين قال هو ايه اللي حصل بالزبط اني مش فهم حاجة الرضا ديه اكيد وراء حاجة انتي خلاص بجتي واثقة فيا وتأكدت يعني اني ما بتكلمش مع اي حريم تانيين واني انتي خلاص مليعيني وجلبي وما بفكرش في اي ستة تانية غيرك بص يا عز انا بصراحة كده مش هكدب عليك انا شفت البنات اللي كنت بتبعت لهم يعني رسائل على الواتساب وبعدين انا من يومين شفت ان هما بيبعتولك رسائل كتير قوي وانت ما كنتش بترد عليهم وبصراحة كده انا عارفة ان انا اصلا اللي عملته ده غلط قوي وغلط كبير كمان بس والله يعز كنت عايزة طمن قلبي واطمن لما ما ردتش ولا على واحدة فيهم ومن كم يوم كمان قابلته مصطفى وقال لي ان انت خلاص بطلت كل حاجة يا حبيبتي انا قلتلك ان انا خلاص ما بقتش بكلم اي ستة تانية غيرك انا عارف ان غلطت في حقك كتير وضيقتك وانا للسبب انا اللي خليتك تشك فيا لكناني بحبك ردت رهام وقالت بس علشان خطري هاز اوعد تزعل مني انا ما كنتش عارف اعمل ايه لما لقيت بعد جوازنا بكام يوم واحدة بتكلمني وتحكيلي على انك كنت معاها وعلى كل تفصيلة انت كنت بتعملها معاها زي اللي كنت بتعملها معاها كان عندي حق اني اشك فيك وكنت هطلب الطلاق بس اكتشفت وقتها اني حامل في هشام ابننا ارجوك ما تزعلش مني واللي حصل ده مستحيل يتكرر تاني هنبدأ مع بعض صفحة جديدة ومستحيل يكون فيها شكل صفحة جديدة بيني انا وانت وابننا هشام مش عاوزة اي حاجة في الدنيا تانية غير كده مش عاوزة غيرك انت وابننا ارجوك يا عزي ما تزعلش علشان فتشت في تليفون واوعدك انه مش هتكرر تاني ووحدة واحدة السكة هترجع لان كمان مصطفى اكدلي انك بقيت احسن من الاول كمان ومستحيل تحب واحدة تانية غيري شدها بسرعة عزة علي وحضنة عجامد جدا وهي كانت بتعيط في حضنه وبعدين قال لها انا بقى يا ستي مش زعلان وانا والله بطلت ومش عايز انا كمان اي حاجة في الدنيا تخرب علينا حياتنا انا وانتي وابننا عايز نعيش حياة هادية وكمان ابننا لما يشوف اننا بنتعامل بحب مع بعض هيكون طفل سوي وبعد ست سنوات كانت قاعدة ام مصطفى وعلى رجليها محمد ابن ملك وكمان مصطفى جدي وكانت ملك بتجري ورا لميس بنتها وبتقول لميس بنت تعالي هنا خلاصي اكلك دخل مصطفى وشال لميس وقال حبيبي تابوها مش عجبها اكل ماما بصراحة انتي يعني ليه متعبة كده يا لميس ده اكل ماما حلو استغفر الله العظيم ربنا يسمحني على الكتب ده معقول انت اللي بتقول كده وكنت لما باجي اطبخ تفضل تقولي اكلك جميل قوي يا ملوكتي دلوقتي بقى اكلي وحش مش يا سم مصطفى خلي بنتك تنفعك حبيبي تابوها انما انا خلاص رحت علي اكلي دلوقتي بقى وحش وكخة خلاص انا بقى مش هطبخ لكم تاني مش يا استاذ انا بحب اكلك والله دي لميس هي اللي جال اعمل ايه البت المفعوصة دي ما بتسمعش كلام ابوها وجلتلها دايما نولي الرضا اصليحنا قاعدين ديوف هنا في الدار وممكن نضطرد في اي وقت وبعدين يعني حد ياكل الخضر المسلوق دي ويقول اه موافج والاكل حلو اكيد يعني حرام عليك البت الصغيرة مصطفى بص على امه لقاها قاعدة ومركزة جدا مع محمد اللي كانت بتردعه بالببرونا وبعدين قال لها بهمس بقول لك يا جميل انت ما تيجي نطلع على قدتنا ونكمل حديث امبارح اصلي بصراحة الحديث اللي كنا منتكلم فيه امبارح مهم جوي ومهم كمان بالنسبة لي يلا تعالي وبعدين شدها علي وشالها والأسرة كلها كانت عملة تتحك وفرحونة وكانوا عايشين في سعادة كاملة وبكده تكون نهاية روايتنا السعادة يارب تكون عجبتكم ويا ريت لو عجبتكم قصتنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلوكم اشعار اول ما ننزل قصة جديدة وكمان تشجعوني باللايقات الكتير وتشيروا الرواية الحلوة دي في كل مكان وعلى فيسبوك امع كل اصدقائكم علشان تساعدوها انها تنتشر قلقاكم في رواية جديدة يا اجمل اخوات في الدنيا مع السلامة اشتركوا في القناة